كثير من الناس بتفكر انه تشاندلر كان صديق ميستر بيست من زمان بس الاشي هذا غلط تماما تشاندلر حرفيا كان يشتغل كعامل نظافة عند ميستر بيست يعني لما ميستر بيست يصور فيديو ويخرب مكان التصوير كل عادي تشاندلر وظيفته كانت انه ينظف وراهم معلومة غريبة عن تشاندلر انه كان جدا خجول وكل ما تيجي الكاميرا عليه الزمان كان يحاول انه يبعد بس بعد فترة ميستر بيست عمل فيديو تحدي وقرر انه يدخل عليه كم شخص واحد من هذول الاشخاص كانت شاندلر كان اول ظهور له بالقناة كلها وكانت فكرة الفيديو انهم يلعبوا باسكتبول او كرة سلة والفيديو كان عفوي جدا وشاندلر عمله كم حركة هيك حلوة بالصدفة وبعد ما ميستر بيست نزل الفيديو كل التعليقات كانت تتكلم عن شاندلر انه شخص رهيب جدا وكانوا يطالبوا ميستر بيست انه يخليه يظهر اكثر في الفيديوهات الجاي وفعلا مع الوقت تشاندلر صار يظهر اكثر واكثر عشان صار يظهر اكثر واكثر ومع حب الناس له ميستر بيست قرر انه يدخلوا على الفريق ورسميا صار واحد من الاعضاء قصته غريب الصراحة العضو الثاني كارل واللي قصته اغرب واغرب كمان كارل زمان كان ستريمر وعنده قناة على اليوتيوب بس المشتركين اللي عنده كانوا جدا اقلال وما حدا كان يعرفه تقريبا بس بعد فترة كارل لقى وظيفة كمصور ممنتج والشغل كان في قناة اخو ميستر بيست في فترة من الفترات اخو ميستر بيست فتح قناة على اليوتيوب وكان اسمها ميستر برو كان يعمل فيديوهات بس سبعا سحب عليها بالاخير المهم انه كارل كان يحمل الكاميرا ويصور فيديوهات لقناة اخو ميستر بيست بس بعدين كارل انتقل لتصوير في قناة ميستر بيست نفسه يعني كارل كان يشتغل عند قناة اخو ميستر بيست وبعدين حول الشغل لقناة ميستر بيست نفسه وحتى انه في بعض اللقطات كان يظهر شوي وتقدر تشوفه حاملي الكاميرا حتى انه كان شكله جدا غريب بعدين ميستر بيست عمل فيديو تحدي ونفس الفكرة جاب عليه كارل كانت فكرة الفيديو عن الكشاف واكثر شخص بجمع نقاط بفوز مع انه كارل الخسر في هذا التحدي الناس حبت شخصيته للأسف يعني وانتقل من انه يكون مصور لواحد من الاعضاء وحاليا كارل حرفيا صار يظهر في اغلب فيديوهات ميستر بيست جديدة وكمان صار عنده قناة اليوتيوب وفيها مشتركين كثير فوق المليونين العضو الثالث واللي هو من اكثر الاعضاء المحبوبين عند الناس وعندي انا كمان لا والله بس حبيت اشارك طارق العربي والمسلم الوحيد في فريق ميستر بيست طارق زمان كان يشتغل اكثر من شغل واحد اول اشي كان يعمل عروضات اسمها stand up comedy واللي هو انه شخص يطلع على المسرح ويصير يقول اشياء المفروض انها الضحك الجمهور والشغل الثاني كان بالمستشفى وطارق كان يعمل بحثات للامراض وفي يوم من الايام طارق كان عامل عرض stand up comedy وميستر بيست كان واحد من الجماهير اللي قاعدة تشاهد العرض وبعد ما خلص طارق العرض ميستر بيست عجبته شخصية طارق وقال انه كان يضحك كثير فعشان هيك ميستر بيست رح انق طارق وسأله هل بدك وظيفة والوظيفة كانت طبعا مصور لقناة يوتيوب ميستر بيست وقتها ما كان مشهور كثير فعشان هيك طارق قاله مصور لقناة يوتيوب عمل ابدا مش جدة ورفض العرض ومع مرور الوقت ميستر بيست طار ينشر اكثر واكثر وبعد فترة طارق اتصل على ميستر بيست وقال له بد الوظيفة ضروري لانه كره الشغل بالمستشفى يعني بعدين غير رأيه بعد ما كره الشغل في المستشفى وفعلاً صار طارق مصور مستر بيست الأساسي وحتى أنه صار واحد من الأعضاء المحبوبين في الفريق قال فيها حقًا. محبوبين بين الفريق. محبوبين المصور مستر بيست. كريس ليو بالكثير الخاص. عضو الرابع كما لدينا مشاكل معه وكيف حps. ISHWANGMSTEN. بيست تعرف عليه بس ما دخلنا فيه يعني كريس كان صديق الطفولة لمستر بيست كريس هو العضو الوحيد اللي مستر بيست كان يعرفه قبل ما يفتح قناته على اليوتيوب وكانوا اصحاب من ايام المدرسة والجامعة لما مستر بيست فتح قناة على اليوتيوب بدأوا يصنعوا محتوى مع بعض كانوا يصوروا فيديوهات جدا غريبة ومش مفهومة فيعني كريس كان اول عضو حتى اول مشترك في قناة مستر بيست وبعد ما كبرت القناة استمر معه بس هو حاليا انطرد من الفريق بسبب المشاكل والتحول الغريب اللي صار معه هو من اول صراحة كان عضو مستفز واحسن انه خرج من الفريق فمين اكثر عضو بينهم مفضل وبتحبه عندك ما اتوقع انه في حدا رح يكتب كريس طبعا فيه كمان اعضاء ممكن يسوي لهم جزء ثاني طبعا مستر بيست نفسه قال كل هاي القصص وتقدر تتأكد بنفسك واذا حاب تشوف محتوى اضافي تابعنا على الانستجرام بالوصف وبس اكتب لي اكثر عضو بتحبه بالكومنتات وبيس اوت